نقطة أخرى ذكرتها في حديثك أن الله عز وجل كرم بني آدم روحا و نفسا و ذكرنا في ذلك حديث مطول السؤال المهم هنا هل هذا التكريم يشمل التنوع بكل اختلافاته سواء من مؤمنين و غير مؤمنين كذلك؟ نعم يشمل الجميع بنص القرآن الكريم يقول الله جل وعلا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا نعم هذا واضح و لكن يحلو للبعض مع بالغ الأسف أن لا يجعل هذا التكريم الآدمي الشامل إلا لفئته الخاصة سواء كانت الدينية أو المذهبية و تحديدا الطائفية و غير ذلك طيب دكتور حتى لو أخطأ الإنسان و ارتكب الموبقات و قتل و فعل يظل مكرم؟ مهما صدر من الإنسان من خطأ فهو كآدمي كآدم يعتبر مكرما و لكنه ربما دخل فيما يهين و هذا خاص بعمله و لا علاقة لآدميته المكرمة بهذا الموضوع و لذلك قال الله تعالى وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ أَهَانَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ أَهَانَ نَفْسَهُ و لا علاقة لهذا بأصل الكرامة الآدمية المذكورة في آية الإسراء السابقة و لقد كرمنا بني آدم و لذا لاحظ نهت الشريعة الإسلامية عن التمثيل بالإنسان و عن ضرب الوجه و نهت عن البذاء و الفحش في الكلام لأن هذا يمس الكرامة الآدمية و الإنسان كإنسان مكرم و لهذا قال عليه الصلاة و السلام ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن و إن الله يبغض و إن الله يبغض الفاحش البذي و هذا النهي يشمل الجميع فلا تكن فاحشاً و لا بذيئاً مع أي أحد سواء كان من المؤمنين أو غيرهم شكراً significant ترجمة نانسي قنقر